هذا وقد أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن جمعة خلال اتصال المرئي في برنامج خاص أن حكم المحكمة الدولية أخفل العديد من الأمور التاريخية والقانونية والجغرافية لمملكة البحراء وهذا يؤكد على أن هذا الحكم قد أخفل العديد من الأمور التاريخية القانونية والجغرافية المثبتة بالوثاب ونحن جميعا نذكر تماما أن النظام القطري استخدم 82 وثيقة مزورة في محاولة لممارسة عملية وضع اليد على أراضي تابعة لمملكة البحرين وتحت سيارة مملكة البحرين حتى قبل صدور الحكم النهائي من محكمات العدل الدولية في الأحاول إذن هذا الحكم الذي صدر ليس من المستبعد بشكل كبير جدا نقولها بكل صراحة أن يكون أيضا قد غرر به وخدع وتم تمويه العملية أمامه من خلال مختلف الممارسات والسلوكيات التي يقوم بها النظام القطري فيما يتصل بالتعامل مع العدالة الدولية